اهلا بكم اقدم مسلح مجهول يستقل دراجة نارية على اغتيال رئيس فريق برنامج الاغذية العالمي مؤيد حميد وهو اردني الجنسية في مدينة التربة جنوبي تعز وقالت مصادر محلية ان مسلحا على مات دراجة نارية اطلق النار على رئيس فريق البرنامج اثناء تناوله الطعام في احد مطاعم مدينة التربة وهو في طريقه لمدينة تعزل اغراض انسانية واغاثية وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بملاحقة العناصر الاجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح الذي اسفر عن مقتل موظف اممي واصابة اخرين في مدينة التربة جذلك خلال اتصال هاتفي بمحافظي او بمحافظي تعز نبيل شمسان الذي اطلع العليمي على المعلومات الاولية الاولية التي تشير الى تحديد يهوية منفذ الاعتداء الاجرامي والاجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة وتقديمهم الى محاكمة عادلة لينالوا عقابهم الرادع نفذت الاجزاء الامنية في المخى بمحافظة تعز حملة امنية لضبط المتورطين في قتل الشيخ علي الحيسي وفد مصدر في امر المخى بان التحقيقات الادلة التي بدأ جمعها منذ ساعة الاولى لارتكاب الجريمة توصلت الى هوية الجناة الذين تربطهما صراعات ثار بالمجني عليه وطوقت الحملة بناء على اوامر قضائيا منزل القتل واعتقلت عددا من شركائهم واكدت قوات الامن انها ستتعقب باقي المتورطين حتى تقديمهم للعدالة جدد اللواعي دروس الزبيدي التزام المجلس الانتقالي والقوات الجنوبية امام المجتمع الدولي في مكافحة الجماعات الارهابية وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي جاء ذلك في كلمة للزبيدي اثنى مشاركته في ندوة المركز الامريكي لدراساته جنوب اليمن بمناسبة ذكرى تحرير عدن وثمن خلالها الدور الكبير الذي لعبه الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في تحرير العاصمة عدن وما اعقبه من انتصارات توجت بتحرير كامل لمحافظات الجنوب تفقد فريق مراقبة ومتابعة المشاريع في محافظة يابين سير العمل في مشروع سد وادي حسان الذي يتم تنفيذه بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة ويعد مشروع سد وادي حسان احد المشاريع الاستراتيجية التي تعثر العمل فيها خلال الفترة السابقة ولكن بجهود حذيفة من مجلس القيادة الرئاسي ودعم سخي من دولة الامارات يعود العمل مجددا في هذا المشروع الحيوي والهام تحية الموجز الى اللقاء